بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكم. التكلمنا قبل كده على الدكريبشن وقالنا ان مميزات السل دكريبشن انه بيقدر ويقدر يشوف البيروس الموجود جوه السل ترافك ويقدر يعمل يسكان عليه ويعمل له دي ممكن من اهم المميزات الموجودة في الدكريبشن. هنشوف الفيديو دوت ازاي البدوق قلته لو انت مطبق السل دكريبشن ازاي بيقدر يشوف الفيروس الموجود جوه السل باكت تمام? وبيقدر يعمل لها نسبكت ويقدر يعمل سكان ويبلوك الفيروس الموجود جوه الهتش تي بي اس تمام? خنروح على البرو اولتو تمام? ونشوف اه احنا الوقتي في البوليسز تمام? في الديكريبشن بوليسي. انا كنت مطبق الديكريبشن بوليسي عال اي تي وعال سيلز تمام? مش مطبقها عالاتش اوار تمام? وبالتالي لو في يوزر عندي من اتش اوار تمام? حاول يعمل دوي النود لفيروس او ياكسز ويب سايت متفيروس والسايت دوت اتش تي تي بي اس المفروض ان هو يعدي عادي جدا تمام? ولكن الاي تي المفروض لا تمام? خلينا الاول نروح على السكوريتي بوليسي تمام? وهاجه عند الاي تي وهعمل اتاج للبروفايل بتاع الانتي فيروس اللي احنا كليتناه. ونقول له تمام? عبار ما يطبق الاكشن دوت خلينا نروح على الاتش اوار تمام? اللي احنا لسا مطبقين او اللي احنا طبقنا عليه في الفيديو اللي فات اا الانتي فيروس وشوفنا ان ازاي البروفايلتو قدر يعمل بلوك للفيروس. ولكن لو خدت بالك ان احنا جربنا على الاتش تي تي بي تمام? طيب بالنسبة الاتش تي تي بي اس الوضع هيبقى ماشي ازاي? تعاني ادخل كده. هتلاقي ان السايت فتح او الفايل اتعمله دا والنود عادي جدا. تمام? زي ما احنا شايفين? مش اي مشكلة. ليه? لان هو اتش تي تي بي اس وانا مش مطبق على الاتش ار. انا مش مطبق على الاتش ار. تمام? وبالتالي اللي قالتو شايف باكت اس اس ال مش شايف اللي جواها. تمام? وبالتالي مقدرش يتعرف على الوضع. والكلام دوت موجود في اي فيرول في الدنيا. تمام? طيب. لو رحنا على الثلاث هنا. وبصينا على الا الفايل. تمام? هتلاقي ان الفايل يتعمله دا والنود عادي ومش ظاهر اصلا لان هو ما تعملش على يسكان اصلا. وبالتالي مش هزهر عندك في اللوك. طيب. تعالي نبص على الكلام مثلا بتاع الاي تي. اللي احنا لسه اردي اا عاملين اا مطبقين الانتي فيرس بروفايل عليه. وهو اردي متطبق عليه السل دكريبشن. تمام? لو جينا هنا فتحنا او عملنا دا والنود بالنسبة للفايل الاتش تي بي هيتعمله بلوك. طيب بالنسبة للاتش تي تي بي اس. نفس القصة اتعمله بلوك. تمام? اتعمله بلوك ولكن. ما زهرش المسج بتاعة الابتاعت بلوالتو لان هنا في مشكلة في السايت نفسه نفسه تمام? هو اصلا مش ترسد. وبالتالي ما زهرش اصلا ال او او الـ display page او الـ response page بتاعة الـ antivirus بتاعة البالا التو لو لوحنا على الـ monitor تمام وعلى 3 هتلاقي هنا عندك الـ IT خدت بالك هو قدر يتعرف عليه تمام زي ما احنا شايفين هو لو جينا بصينا على تعالى نشوف دي كده زي ما احنا شايفين كده هو هو جاب لك ادي الفيروس تمام و لو خدت بالك هنا هتلاقي نوع ايه دي كريبتد تمام هو عمله دي كريبتد و جايب ايه ده جايب بورت 4-4-3 تمام ده معناه ان البالا قالتوا قدر يعمل دي كريبشن للترافيك وقدر يبص على الـ HTTPS ترافيك وقدر يعمل وقدر يعمل سكان للفايل او للويب سايت والكونتنت بتاع الويب سايت حتى المنافات المرغوطة وقدر يعمل بلوك للفيروس حتى وهو آآ SSL او تمام ودي من من اهم من المميزات اللي اتكلمنا عليها وقلنا ان من اهم مميزات ان هو بيقدر يحميك من الفيروس والسبيوير واي اتاك ممكن يجي آآ تانلينج جوه الـ SSL ترافيك تمام ده بالنسبة لي جزئية الانتي فيروس آآ سواء كان آآ سروق الـ SSL او سروق الـ HTTPS تمام اكونوا استفدتم من الفيديو ده واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد اشتركوا في القناة